حبدأ بدعاء يمكن أنا وإنتي لتقينا قبل رمضان وإحنا بنتكلم عن الدراما وأهميتها في تشكيل الوعي رأيك إيه في مسلسل فاتن أمل حربي واللي قدر يقدمه فعلا للدراما والانتصار اللي حققه هو الحقيقة أنه هو قدر يسلط الضوء على معاناة المرأة في دهليز المحاكم بشكل عام وده كان شيء ملفت وشيء جيد فكرة قضايا مختلفة ومتنوعة مش بس قضية واحدة ده أضاف للقيمة العمل ده الحقيقة كمان أنه إحنا بقالنا اللي أطلق الشرارة دي رئيسي السيسي تقريبا من ثلاث سنين لما قال عامل مرأة ومن ساعتها والدراما لو تلاحظي وهي مسلطة ضوء على المرأة وقضاياها يعني تأخر سن الزواج شفنا فإلا أنا بشكل أشكال وتنوعات مختلفة شفنا المطلقة وتعامل المجتمع معاها في زي الأمر شفنا قضية نفقة لا الحقيقة أنه إحنا بتزين وراء كل باب فالإرهاصات كانت بدية من بدري وكان في نفس الوقت في التوازي نقدر نقول البرلمان المصري وتغييرات قوانين الأحوال الشحصية فالحقيقة أنه إحنا لا الحكاية بدية من بدري شوية هل هنا قبل معرف الشق القانوني هل هنا الزكاء من صناع الدراما وانتجي الدراما أنه يبدأ يدور على مشاكل خلف الأبواب المغلقة يعني كل بيت عنده مشاكل كتيرة والمرأة اللي بتروح لستاشر وسبعتاشر قضية علشان بس حياتها مش ماشية في البيت هل ده كانت زكاء من صناع الدراما؟ بالضبط أنه هما لطقتوا الخيط ولطقتوا أنه هو فكرة عام المرأة يبقى إذا نهتم بيها أنها مش مجرد وردة مكملة زي ما كنا بنشوف في الدراما دايما تبقى هي الزوجة تبقى هي صديقة البطل تبقى هي السنيدة بمعنى أصحب فنحن نعمل سبوتلايت عليها أو تبقى الزينة الحلوة اللي موجودة بالضبط الدحكة اللي في الفيلم والتروة يعني لكن أن أنت تصلاتي عليها لا هي بتعيني فيها قضايا من غير نقدر نقول صراخ أو تشنج لا المواضيع كانت الحقيقة المسلسلات في الفترة الأخيرة دي كانت هيلة بخصوص المرأة يا حقيقة